ممثلاً لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه شارك معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء في المناسبة رفيعة المستوى عن أهداف التنمية المستدامة وأعرب معالي الشيخ خالد بن عبدالله عن أسماء آيات الشكر والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة رعاه الله على تكليف معاليه بتمثيل جلالته في هذا الاجتماع رفيع المستوى الأمر الذي يعكس اهتمام جلالته بتعزيز موقع مملكة البحرين بوصفها عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي من خلال الشراكة الإيجابية والبناء مع الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة وأكد معاليه أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع الأممي رفيع المستوى تجسد دعم العاهل المفدة لكافة المساعد الدولية الرامية إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة بما يخدم البشرية جمعاء مشيراً إلى أنه انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية وفي إطار اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فقد اتخذت مملكة البحرين العديد من الخطوات والمبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مواءمة الخطط والبرامج التنموية مع أهداف التنمية المستدامة كما كانت البحرين من أوائل الدول التي نجحت في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في العام الفين وخمسة عشر وقال معاليه إن المملكة قامت بوضع الآليات المؤسسية التي تكفل التنفيذ السليم وفق المعايير الأممية من خلال الحرص على اعتبار تلك الأهداف واحدة من أهم الأسس التي تبنى عليها برامج الحكومة التي تعتبر بمثابة خطط وطنية متوسطة المدى لتنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية الفين وثلاثين وأضح معاليه أنه منذ تبني مملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة فقد صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قرار بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات بهدف متابعة أجندة التنمية لما بعد العام الفين وخمسة عشر وربطها ببرامج وخطط التنمية وفي العام الفين وتسعة عشر كلف مجلس الوزراء الوزراء والجهات الحكومية بمناظرة ما يخصها من أهداف وخطط وسياسات في برنامج الحكومة الحالي مع أهداف التنمية المستدامة وأشار معاليه إلى أن مملكة البحرين تمكنت من تقليل وطأة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها صحيا واجتماعيا واقتصاديا على كافة الشرائح على النحو الذي ساهم في تحقيق الاستقرار للوضع الاقتصادي ومواصلة تحقيق النمو لمستويات إيجابية فضلا عن ضمان عدم تأثر الخطط التنموية ترجمة نانسي قنقر شكرا